بسم الله الرحمن الرحيم أعزنا طلبة الصف الثالث سنوان أهلا بكم مع مادة المنطق النهاردة بنكمل الباب الرابع المنطق وتكنولوجيا الاتصال هنتناول فيه عناصر المواطنة الرقمية ودور المنطق في تطوير الحسوب يلا بينا نبدأ حالاتنا طبعا في الحلقة الماضية خدنا سلبيات الريبوتات وسلبيات تكنولوجيا المعلومات بس فيه نقطة لازم نفكرك بيها احنا قلنا ان نتيجة الانترنت ظهرت مشكلات وجرائم زي انتهاك الخصية الفردية والتنصت على الآخرين وانتشار المواقع الضرة وتهديد الأمن القومي للمجتمع والسطوع الملكية الفكرية الفردية طب دي مشكلات وإحنا شرحناها لك خلي بالك بقى الجزء النهاردة انت خدت سلبيات الانترنت تيجي عندك حاجة اسمها دور فلسفة الأخلاق في مواجهة التكنولوجيا دور الأخلاق لا دور فلسفة الأخلاق بمعنى عندك أخلاق عملية الأخلاق العملية تتعلق بالخير والشر فإن مهمة فلسفة الأخلاق مع التكنولوجيا تكمن فيه ألف نحلل الجوانب السلبية والإيجابية لتكنولوجيا المعلومات يعني اتحلل يعني عرفك زي ما فيه إيجابيات فيه سلبيات انت ماسك التليفون المحمول والإنترنت وشايف فيه كل الإيجابيات بس خلي بالك بقى فيه سلبيات طب ليه بعمل كده؟ عشان نبه على مخاطر الجوانب السلبية على حياة الفرد والمجتمع ووعي النشأ الأطفال الشباب اللي لسه طالع وشايف الإنترنت جميل قوي وكله مميزات وهو فيه إيجابيات وما أنكرنهاش بس قلنا لك خلي بالك فيه سلبيات خد بالك من السلبيات لأن السلبيات ديت خطر على الفرد وعالمجتمع طيب هنعمل ايه كمان؟ قالك السلبيات ديت قد تكون سلاحا لتدمير الوطن والشباب نشر الشائعات ما هو عن طريق أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الإنترنت زي ما قلنا أن التواصل الاجتماعي بيعمل تفاعل اجتماعي ويعمل تواصل مهم جدا خلي بالك من أنه قد يكون سلاح لتدمير الوطن والشباب التأكيد على أهمية الوازع الديني يعني الوازع يعني المانع في عدم انتهاك خصوصية الآخرين وعدم الحاق الأدب الغير فيه شاب يبقى مفسوط قوي يقول لك بص ده أنا اشتغلت هكر وانا هكرت تليفون البيت فلانا وعملت هكر على إيميل البنت ديت وعملت وعملت لا ربنا سبحانه وتعالى حرم التنصت حرم التجسس التجسس ده أصلا حرام فهو أنت تبقى على الإنترنت أنت مع نفسك محدش شايفك فالحاجة اللي هتمنعك هي الدين أن أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى شايفك إنما ممكن قانون تهرب منه عامل أكاونتات مضروبة عامل أكاونتات فيك الناس ممكن ما تشوفكش وبالتالي التأكيد على احترام الثقافات مش معنى احترام الثقافات وأننا نفتح أننا أفرط في قيامنا الأصيلة يبقى التأكيد على احترام وتعدد الثقافات والاستفادة من هذه الثقافات ولا يعني التفريط في قيامنا الأصيلة الصورة اللي أمامك الآن بتعكسلك شكل الإجرام كان زمان مجرم معين النهاردة المجرم ده ممكن يكون قاعد على كمبيوتر معين كمبيوتر ده يقدر يعمل جرائم كتير جدا فبتأكد على دور فلسفة الأخلاق نعرفك لجانب الإيجابية والسلبية وأهمية الوازع الديني طب أنا إزاي أتعامل انت خدت معي السلبيات قلتلي السلبيات دي تدور فلسفة الأخلاق أتعامل إزاي ما تقعدش تكلمني عن مشكلة وتحود في حياتك ما تقعدش تكلم حد عن مشاكل مشاكل بدون حل لما بكلمك عن مشكلة بقولك بص المشكلة هي شوف خطورتها ودي الحل بتاعها فكيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات حاجة اسمها المواطنة الرقمية يبقى أنت ما يقولك كيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات المعنى التاني المواطنة الرقمية المواطنة الرقمية ليه سمتها مواطنة رقمية لأن انت النهاردة كل حياتنا مشيا بالتكنولوجيا بتسمع عن التحول الرقمية انت النهاردة اللغة البرمغة هي لغة أرقام فالناحية الرقمية هي فالناحية الرقمية معناها التكنولوجيا فبالتالي لازم يكون عندك ثقافة رقمية يعني إيه ثقافة رقمية ان انا استخدم يعني ايه ثقافة رقمية يعني الاستخدام الاامن لتعليم الطلاب المعلومات على الانترنت انت النهاردة معك تابلت بتحضر دروس اونلاين بتتفرج على دروس على اليوتيوب وفي نفس الوقت انت ممكن تاخد كلام حد تاني بتاخد افكار حد تاني وتقول ده كلام انا او ده ايجاب تانا حافظ على حقوق الملكية الفكرية الغير وصق عند استخدام المعلومات يبقى الثقافة الرقمية هي التوصيق عند استخدام المعلومات اذا كان في السلبيات قلنا السطو وانتهاك الملكية الفكرية ادي حل لهم. حطتلك ثقافة وصق للمعلومات احمل معلومات. لو انت عندك ثقافة رقمية هيبقى عندك السلوك الرقمي. والسلوك الرقمي هو يعرف باسم سياسة الاستخدام المقبول طالما السياسة يبقى فيه مؤسسة هتحطها طالما السياسة وخاصة بالتعليم تضعها المؤسسة التعليمية لي بعض القواعد من ضمنها تعامل باحترام مع زملائك ومعلميك حتى وان كنت لا تراهم وجهاً لوجها لو انت شايف واحد وشك وشه هتحترمه وهتعمل حساب للكلمة واللفظ اللي انت بتقوله انما وانت يعد على الانترنت وعمل اكاونت محدش يعرفه ممكن تخش مثلا فيديو معين بتعلق مثلا للمدرس او 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 وتكتب تعليم مش كويس ليه بتكتب تعليم مش كويس انت كده تخالف السلوك الرقمي اعتبر الشخص اللي انت بتكتب له التعليق ده كأنك وشك في وشه يبقى السلوك الرقمي هي سياسة استخدام مقبول تعامل باحترام مع اي حد اتنين احمي خصوصيتك يعني ما تنشرش رسالة لا تريد ان يعرفها الاخرين تكون عارف ازاي تطفي مثلا كذا او كذا او كذا تكون عارف ازاي تخفي دائرة الاصدقاء عندك في الفيسبوك لانك انت ممكن في بعض الناس فاتح قائمة الاصدقاء ومعرف بقى الزوجة والزوج الابن الابنة العائلة طبعا دي حرية شخصية وحقه بس في نفس الوقت انت ممكن تعرض نفسك للاختراق بعض الناس مثلا تستهدفك مثلا مش هتستهدفك وتاخد منك فيديا بس يعني يحب يدايقك مثلا فيخش على اختك الصغيرة او يخش على اخوك الصغير ويدايقك عن طريقهم ما الى ذلك لو انت عندك ثقافة رقمية هتكون سلوكك رقمي هتوصل للصحة والسلامة الرقمية وهي الوعي بمخاطر الانترنت سواء للجسدية او النفسية لما نقض فترة طويلة مسكينة تليفون كده او تانيين رقبتنا كده غضروف رقبة ضعف نصر يبقى انت تكون عندك وعي بمخاطر دي مخاطر جسدية في مخاطر نفسية لما قعد فترة طويلة قدام الانترنت هيقل تفاعله الاجتماعي هيجي لي ادمان الانترنت واكتئاب اذا ابتعدت على الانترنت يبقى الثقافة رقمية باحمل ملكية الفكرية لو انا حميت الخصوصية الفردية احترامت غيري سلوك رقمي عندي وبعي بمخاطر الانترنت هي صحة وسلامة رقمية نبدأ نشوف هنا السؤال علشان نعمل التطبيق في ساعتها انا فهمت المعلومة بالسهولة هعرف حل ولا لا ونحن الاسئلة اللي نعتمد عليها هي اسئلة وردت في امتحانات السنوات العامة والانتحانات التجربية عشان لما تجي تتضرب تتضرب على ارض سليمة ارض ممهدة ان نتيجة التقاء التكنولوجيا الرقمية بالعلوم الحيوية ظهر مصطلح يجمع علوم الكمبيوتر والانترنت مع العلوم الطبية وتوظيف هذه العناصر في الرعاية الطبية وتحسين طرق العلاج بكلفة منخفضة مع تقليل فرص الاصابة بالامراض نتيجة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي يعالج القول السابق احدى سلبيات تكنولوجيا المعلومات وهي التعرض لسوق المعاملة من الزمالاء التعرض للمخاطر الجسدية والنفسية تخريب النظم والمعطيات والمتلكات التعدي على الملكية الفكرية الغير اما اجي اقولك ان نتيجة التقاء التكنولوجيا والرقمية يجي في السطر الاخير يقولك ايه؟ فرط الاصابة بالامراض نتيجة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي وبيقولي تحسين طرق العلاج بكلفة منخفضة يبقى هنا الاجابة بيعالج التعرض للمخاطر الجسدية والنفسية سؤال اخر حتى تكون مواطنا رقميا يجب ان تكون مسؤولا في ظل المجتمع المنفتح الجديد بحيث تمتنع عن اسلوب التنمر ولغة التحريط في التعامل مع الغير نستخلص من العبارة السابقة احد صور التعامل مع سلبيات تكنولوجيا المعلومات وهي ممكن يقولي بدل ما يقولي صور سلبيات تكنولوجيا المعلومات يقولي احد عناصر مواطنا الرقمية ألف التكنولوجيا الرقمية بيه الثقافة الرقمية جيم السلامة الرقمية دال السلوك الرقمي طبعا الاجابة طبعا يقولي امتنع عن التنمر ولغة التحريط يعني احترم غيرك هتكون الاجابة عندي هي السلوك الرقمي اختار الثقافة الرقمية لو قالي احمل ملكية الفكرية وصك للمعلومات هننتقل الى نقطة اخرى وهي المنطق والحاسب المنطق ليه علاقة بالحاسب طبعا وان كثير من علماء المنطق كان لهم دور بارز اصلا في وضع اساس الحاسب الآلي اول عالم عندنا ليبنتز عمل ايه ليبنتز عمل حاجتين ساهم في اختراع اول كمبيوتر بدائي يبقى اختراع اول كمبيوتر بدائي ما كانش من كلية الهندسة ما كانش من مهندس كان من علم منطق اصلا اثنين ساعد في الكشف عن المنطق الثنائي الذي وضع قواعد انظمة المعلومات لو انت معاك الرمود ده اي رمود في زرار هنا ON او OFF الON او OFF ده ده المنطق الثنائي المنطق الثنائي الصادق وكاذب اي امر انت هتدوسه على البوردة اي امر انت هتشغله في البوردة ديت في وضع الان هيقبل منك تعلي التكييف توطي درجة الحرارة تخفى هنقبل صادق كلامك صادق هننفزه انما التكييف لو في وضع الOFF وانا عمال ادوس على درجة الحرارة او المود او 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 مش هيقبل كاذب يبقى المنطق الثنائي هو اللي عامله لما تمسك رمود التلفزيون في ON وفي OFF ده منطق ثنائي لو الريمود في وضع OFF وانت بتدوس على اي زرار من زرار القنوات مش هيقبل منك انما لو هو في وضع ON ودست على اي رقم لقناة هيقبل منك يبقى اللي عمل منطق انظمة المعلومات هو لايبنتس المنطق الثنائي العالم الثاني اللي معنا هو جورج بول عمل جورج بول بص على الشاشة الآن شفت الصورة اللي معاك دي هنا ضربت الشرط سهم رايح قلنا لما كنا بنلاقي في بداية الجملة اذا نقول قاف سهم رايح لام او عندك ضع رمز التكافؤ او او دي الصياغ الرمزية جورج بول عمل جبر المنطق جبر المنطق ادي هي رابط الوصل وده الفصل وده التكافؤ فالصياغ الرمزية لديها القدرة ان هي تصف العلاقات المنطقية بين اشياء لها خصاص مشتركة يجي بعد جورج بول عندنا جون فان جون فان بيجي يقيد ويسني على منطق جورج بول وقال ان منطق جورج بول يعالج المصطلحات باعتبارها متغيرات جبرية وليس مصطلحات كلية اي حد يشوف الصورة دي هيفتكير يقولك ده جبر لا ده جبر المنطق اللي هو حول علاقات المنطقية الى السياغ رمزية هناخد سؤال من التطبيقات الخاصة للمنطق الرياضي استخدامه في تصميم شبكات المفاتيح الكهربية وهي عبارة عن دائرة كهربية تكون في احد وضعين الاول يمرر الطيار الكهربي بالدائرة والثاني لا يمرر الطيار الكهربي بالدائرة يعكس ذلك احد اسهامات الف جورج بول ب جون مكارسي جيم لايبينتز دال جون فان هنا بيقولك وضعين يعني عمل المنطق الصينائي طبعا الاجابة لايبينتز لان جورج بول هو عمل جبر المنطق سؤال اخر احد اشكال المنطق الرمزي والذي يبين كيفية عمل ادوات الربط المنطقية يعكس ذلك اسهامات الف جورج بول ب جون مكارسي جيم لايبينتز دال جون فان احد اشكال المنطق الرمزي وربط بين افكار منطقية او ادوات منطقية مين عندك هنا لايبينتز دال المنطق الصينائي واخترع لا مش هو المنطق الرمزي يعني جبر المنطق المنطق الرياضي تمام هتكون لجمع معي جورج بول سؤال اخر لم يعد من الجائز الجمع بين المنطق والغيبيات بل يجمع بين المنطق والرياضيات فالمنطق مثل الهندسة يقوم على حقائق بديهية وتعريفات ومبنية وفقا للنظرية العامة الرمزية تعكز هذه العبارة السابقة اسهامات السؤال هنا هابدأ اعرض سؤال تاني دايما نحن بنتوتر من الأسئلة اللي فيها علماء وفيه ناس بقا بتقعد فيه ناس بتقعد طول السنة تحفظ في اسمان علماء بس خلي بالك انت مش مهم تعرف الاسم بتاع العالم لا افهم الفكرة الفكرة دي بقا جواها عالم جواها اثنين جواها ثلاثة هتلاقي الدنيا بسيطة فهنا في السؤال بيقول لي المنطق مثل الهندسة يعني منطق رياضي يعني جبر المنطق يكون عندي جورج بول جورج بول من اهم العلماء عندي في الباب الرابع منطق دايما لما يقول لي منطق رياضي جبر المنطق علاقات منطقية معصية غرمزية يجيب لك مثلا اي رابط زي اللي هو الوصل او الشرط اللي هو السهم رايح هيكون معايا جورج بول سواء الاخر ادابة تعامل مع الانترنت مثل البعد عن عنصرية والطائفية وعدم استخدام كلمة جارحة او غير لائقة او مهاجمة اي شخص من خلال العبارة السابقة نصدر حكما بضرورة مراعاة ما يعرف باسم السلوك الرقمي به الثقافة الرقمية جيم السلامة الرقمية دال التكنولوجيا الرقمية طبعا الاجابة طرام فيها اداب تعامل فيها احترام يبقى الاجابة معايا السلوك الرقم سؤال اخر بنك المعرفة المصري هو اكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الانترنت يتميز بموثوقية المعلومات والمقالات ومقاطع الفيديو التي تم شراء حق استخدامها من منتجيها نستخلص من ذلك الاهتمام به ألف التكنولوجيا الرقمية الثقافة الرقمية جيم السلامة الرقمية دال السلوك الرقمي طبعا الاجابة طالما فيه موثوقية المعلومات في توصيق للمعلومات يعني بيحمي الملكية الفكرية هتكون الاجابة الثقافة الرقمية إ nonprofit او بيحترم غيره او بيحمي خصوصيته هتكون الاجابة هي السلوك الرقم دور المنطق في تطور الحاسوب عندي دور المنطق في تطور الحاسوب لدورين الدور الاول هو المكون المادي المكون المادي او المكونات المادية يعتمد الحاسوب في تصميمه المادي على استخدامه للصوابط المنطقية التابعة للمنطق الرمزي مثل رابط الوصل والفصل وهي جانب الابداع المنطقي للمنطق الرمزي من أبرز مؤسسيها احنا قلنا اللي عمل جبر المنطق الرمزي حول المنطق يرموز هو جورج بول أما المكون الثاني البرمجي كل مجالاته من إدارة قواعد بيانات الزكاة الاصطناعي مستمدة من المنطق الرمزي مثال عندما يبدأ عالم الزكاة الاصطناعي في بناء قواعد البيانات فإنه يقوم بتخزينها وتصنفها على أساس العلاقات المنطقية والتشابه بينها لمزارة لما بتعمل قاعدة بيانات لطلبة السنوية العامة بص بقا بتصنفها وترتبها على أساس العلاقات المنطقية طلبة الأدبي طلبة السنوية العامة كلهم لازم ياخدوا عربي وياخدوا تربية قومية أو اللي هي الوطنية وياخدوا افساد ويحصى وياخدوا دين أنقول أن هم دول طلبة علمي علمي اللوم هنقسمهم علمي علوم ياخد أحياء وياخد فيزياء علمي رياضة ياخد مثلا المواد بتاعت الرياضة أدبي هياخد فلسفة وعلمي نفسي ورافية وطريق يبقى أنت هنا لما بتبني قواعد البيانات بيترتبها على أساس العلاقات المنطقية أنت لما بتيجي تسجل اسم أي حد عندك في التليفون هو بياخد الاسم بيرتبه أب جديا على أساس العلاقات المنطقية أما المكون المادي اللي هو الهارد وير أنت الكمبيوتر موجود في الهارد وير اللي هو المكون المادي أو السوفت وير اللي هو المكون البرمجي طيب هنبدأ ناخد أسئلة يتأسس نظام اكسبرت على قواعد الترابطات بين الملاحظات وترابطات بين الملاحظات والافتراضات مما يأكد دور المنطف تطول الحسوب يوظف الموقف السابق أي من البدائل التالية ألف تصنيف البيانات على العلاقات المنطقية ب استخدام الثوابط المنطقية جيم إدارة الدوائر الإلكترونية دال تصميم الدوائر المنطقية هنا بيقول لي ترابط بين ملاحظات وملاحظات وافتراضات دور المنطف تطول الحسوب أنا عندي إما مكون مدي المكون المادي دوت هو استخدامه للشابقة المنطقية يعني به هيا جيم هي الدوائر المنطقية هتلاقي هنا هيا به وجيم وهذا المعنى واحد هذا المكون المادي وهو الهاردوير وهو المذربورد وها الدايرة المنطقية وهي الدارة الإلكترونية وهذا السابق المنطقية لقد تلقي تصنيف البيانات على العلاقات المنطقية وده المكون الثاني وبكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وبما أننا اتكلمنا عن الثقافة الرقمية وعن السلوك الرقمي هنختم بحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عباس قال له إيه؟ قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وانت قعد عن إنترنت كده مع نفسك مش حد يشوفك غير ربنا احفظ الله يحفظك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعانت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ما تشيلش هم السنة العامة ما تقلقش لو نز كلها حابة تساود لك درجة ربنا مش كتبها لك مش تزيد وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته